اشتركوا في القناة ببرنامجنا صباح الخير والبركة والسعادة يومكم مشرق بالعمل والعبادة واحنا بنتكلم عن الاجازة اللي قربت تنتهي لازم نتدخر كل القوى والمجهودات والاليات اللي احنا بنستمتع بها في الاجازة لخدمتنا زي الطلبة والطلبات تحديدا اللي هما بيقضوا اجازة اخر العام عشان كده انا بنشد اولياء الامور يهتموا فيما تبقى من هذه الاجازة وقبل موعد عودة الدراسة للعام الجديد ان هما يهتموا بجانبين الجانب الصحي والجانب الرياضي قبل الجانب الدراسي اللي هيبدأ ان شاء الله معانا على اخر شهر تسعة او مع بداية شهر عشرة الجانب الصحي التغذية السليمة مهمة جدا لابنائنا والتغذية السليمة بتشمل برضو الجسم السليم النوم الكافي اوقات مناسبة مش ان انا انام طول النهار واصحى طول الليل وده اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا واختار الصحية قد ايه وايضا العقلية والجسمانية الحاجة التانية اللي بحب اتكلم فيها دايما موضوع الرياضة ممارسة الرياضة باستمرار ومش معنى ان احنا خلاص شرفنا على المدارس فده معنى ان احنا نقططع او نخاصم الجانب الرياضي في حياتنا وده اتكلمنا ارضا عنه امبارح وتحديدا في فقرة مطولة بفقرات الحوارية واكدنا ده ممارسة الرياضة بتساعد على التحصيل الرياضي الامثل بشكل كبير جدا الحاجة التالتة اللي حابب اتكلم فيها برضو الجزئية المتعلقة باطلاع ابنان الطلبة والطالبات على المواد الدراسية اللي هيدرسوها ان شاء الله مع العام الجديد ليه لا مكتفيش بيدروس يعني انا واحد بحبش حاجة اسمها دروس خصوصية قبل العام الدراسي احب حب الاستطلاع لدى الطالب لازم وليه الامر وليه الامر يغرسوا حب الاستطلاع لدى ابنهم وبنتهم ليه الحاجات اللي هدرسوها في العام الجديد ايه المشكلة لما اجيب الكتب القديمة بتاعت السنة اللي فاتت واقرأ فيها شوية واتطلع اكون عارف تقييمي ايه للامور اللي انا هدرسها بعد كده ولكن ده طبعا مش على حساب اي حاجة من الحاجات اللي احنا بمارسها في الرياضة في الاجازة عفوا زي الجانب الرياضي مهم كمان تقسيم الوقت ان احنا ندخل الاجازة بشكل مفصل وكمان ان يكون عندنا استفادة مثلة من اوقات الفراغ اللي احنا بنقضيها الحاجة بقى الاهم وانا بناشد فيها هنا اولياء الامور اللي بيسيبوا ولادهم فريسة للسوشيال ميديا واكيد كلنا بنتطلع على السوشيال ميديا وبنشوف كم الولاد والبنات في سن المراهقة المتواجدين على مرصات السوشيال ميديا المختلفة واول ما واحد فينا بيشوف المناظر دي بيقول هو فين ابوه او والدته او والدتها او والدها فين اولياء امورهم من الحاجات اللي بتحصل على السوشيال ميديا وتحديدا التيك توك هنا انا بنشهد ولي الامر ان يكون رقيب على ابنه مش عيب ولا حرام على فكرة انك انت تصاحب ابنك وانك انت تنصح ابنك انك انت تقيم ابنك وانك انت تقوم ابنك ده وجبك انت كولي امر وحتى لو السوشيال ميديا دي بتدخله ملايين الدولارات شهريا ده لا يغني عن تخلي ابن حضرتك او بنت حضرتك عن قيم ومبادئ المجتمع مبادئ المجتمع وقيمه لا تتجزق مهما حصل ومهما كانت المغريات ومهما كانت التحديات والله الواحد لما بيتابع كده السوشيال ميديا وانا بتكلم تحديدا في الاجازة اللي الناس بتستغلي الاجازة 24 ساعة الفضول خدني في مرة ان انا شفت بعض الناس تبعت بعض الناس اللي بيعملوا حاجات كده غريبة وفعلا انا واحد بالناس قلت فين اولياء امورهم من الحاجات اللي بيعملوها والافعال اللي بيمرسوها على السوشيال ميديا وعلى الهواء مباشرة لعبت الموضوع بالليل وجيت الصبح لقيتهم متواجدين وجيت كده على العصر لقيتهم متواجدين هي الناس دي ما بتنامش هي الناس دي ما بتستحيش هي الناس دي ما بتكسفش فين اولياء امورهم فين جرانهم فين صحابهم فين اقاربهم من الافعال التي لا تمت للمجتمع المصري باي صلة من الممارسات التي لا تدل اني لقدر الله وسمحوني اني لا تدل على وجود تربية من الاساس على بعض الافعال اللي احنا بنشوفها على السوشيال ميديا عشان كده انا بناشد اولياء الامور وبناشد الحياة الجادة المختصة في الدولة انها تتخذ الاجراءات اللازمة لردع مثل هذه الممارسات الخاطئة اللي بتشين لمجتمعنا اللي بتشين لأولادنا اللي ولدنا وبتتسوي سمعة ولدنا وتحديدا الشباب والبنات في سن البراقة ياريت تكون حضرتك رقيب قبل ما تشحن الباقة لابنك او لبنتك شوفوا هيستخدمها في ايه مش عيب انه هو يستخدم السوشيال ميديا بشكل ايجابي ومش عيب على فكرة انك انت تستغل السوشيال ميديا نتكون مصدر داخلي لك ولكن بالاصول وبالاخلاقيات وبالادب وبالعلم وبالمعلومة وبالاضافة ما تشجعوش يا جماعة على الانحراف اللي احنا للأسف بنشوفه منتشر دلوقتي على السوشيال ميديا واللي بيدعمه بعض اولياء الامور بابقى في قمة الخزي وقمة الزعل لما بلاقي السيدة الفاضلة قعد مع بنتينها او بنتها على التيك توك ويقعدوا يغنوا يقعدوا يعملوا في سبيل حفنة كده من الدولارات اللي بتتبعت لهم في شكل هدايا والحاجات دي كلها بابقى مكسوف ان دول معلش سمحوني مصريين ان دول بيتعاملوا بهذا الشكل التسول على السوشيال ميديا بهذا الشكل الغير اخلاقي بالمرة ده كل اب وكل ام وظفته انه يحمي ولاده مش يودي بيهم بالتهالكة وانهما يخلوهم ينخرطوا في مثل هذه الافعال اللي يغرسوها بعد كده في ولادهم وبعد كده اقول على مجتمعك يا رحمان يا رحيم فمحتاجين وقفة كبيرة جدا جدا واول وقفة مع النفس وخاصة بأولياء الامور قوموا ولادكم رب ولادكم على المبادئ والاخلاقيات رب ولادكم على الكذب الحلال رب ولادكم على العلم والمعرفة ابعدوا عن الهيافات الهيافات اخرى يعني اللي احنا بنشوفه ده للأسف وخدوا بالحضراتكم برضو ان دي احد اشكال الحروب الجيل الرابع والخامس وايضا نقشنا المواضيع دي في في البرنامج بتاعنا ولو تفتكروا هضربها بمقولة رتلر لما قال اعطوني اعلاما بلا ضمير اعطكم شعبا بلا وعي فلما الاعلام دلوقتي عنده ضمير وبيواعي للأسف دخلوا من السوشيال ميديا وسوشيال ميديا اغلبها لا تمت للضمير ولا تمت للاخلاقيات ولا تمت للمبادئ الخاصة بمجتمعنا فبالتالي اعطاهم فعلا شباب وفتيات بلا وعي بلا مسئولية بلا قدر كبير جدا من مكارم الاخلاق ليه وصلنا لهذا الحد والله العظيم الوضع مؤسف نتمنى يا رب ان كل ابو كل عمر يراجع نفسه قبل ما يمارس مثل هذه الافعال مع ولاده على السوشيال ميديا وكل ابو وكل ام يرائب ولاده انا مش بقول لحضرتك ترائبهم عشان خاطر تنغص عليهم حياتهم زي ما بيقول لا خطلاقا والله ترائبهم عشان تقومهم صاحبهم انصحهم شد عليهم لما يخطأهم مش اقول لك اضرابهم ولكن انصحهم وشد عليهم لما تلاقيهم لقدر الله انجرفوا عن المسار الصحيح عشان بعد كده ما تندمش اغرسوا في ولادكم حب العلم والمعرفة والقراءة والاطلاع اه حلو ان يكون عندهم هوايات ويكون جانب ترفيه في حياتهم ولكن ده عمره ما ييجي علي جانب الاخلاقي اطلاقا صباحكو كل خير وبركة وسعادة صباحكو كل تربية حميدة صباحكو كل طاقة ايجابية صباحكو كل مسئولية بإذن الرحمن